أثارت تصريحات وفد الميليشيا عن صفقة الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان ردود أفعال واسعة ومنددة وصفة تلك التصريحات بأنها انتهازية ولا إنسانية وكان وفد الميليشيا قال إن صفقة الإفراج عن مصير قحطان ستتم مقابل خمسين أسيرا من الحوثيين وفي حال كان قحطان ميتا فإن الإفراج عن جثته ستتم مقابل الإفراج عن جثة خمسين من القتل الحوثيين هذه تصريحات لا أخلاقية التي تعمدت عدم الكشف عن مصير قحطان إن كان حيا أو ميتا تأتي امتدادا لمحاولة الحوثيين التلاعب بمشاعر ذوي القياد في حزب الإصلاح المخفي في سجون الميليشيا منذ أكثر من تسع سنوات أسرة السياسي قحطان المخفي وفي ردها على ما يدور في مسقط أعلنت رفضها القاطع لما وصفته بالمهزلة بشأن إطلاق سراح والدها وحياته محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له في سجنه واستنكرت في بيان لها التصريحات التي قالت إنها تفتقر للإنسانية والأخلاق والقيم والقوانين والتي تصدر برعاية الأمم المتحدة داعية إياها إلى توضيح موقفها من تحويل قضية إنسان مختطف إلى مادة للاستعراض والإرهاب حد وصفها والواضح أن الحوثيين يحاولون التسويف في مصير قحطان وربطه بصفقة غير قابلة للتنفيذ حيث أفادت بعض المصادر أن معظم الأسماء التي وردت في كشفات الميليشيا أسماء وهمية ما يعني بحسب الكثير من المراقبين أن هناك نية مبيتة لدى الميليشيا لإفشال المفاوضات أو الخروج بمكاسب كبيرة اشتركوا في القناة